واخيرا سوف تعود قانوات باوتوكيو سبور في دول المغرب العربي فتابعوا معنا هذا الشرح للتعرف على هذا الخبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته متثبه قناتنا وقناة اخكم يوسف عبدالحق في الشرح جديد قبل البدء ندعوكم الى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد باذن الله ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو ومشاركته مع اصدقائكم لتعمى الفائدة في هذا الشرح سوف نتكلم عن امكانية عودة قانوات باوتوكيو سبور على حزمة دول المغرب العربي فتابعوا معنا هذا الشرح للتعرف على هل سوف تعود ام لا وتاريخ عودة القانوات كما يعلم الجميع ان قانوات باوتوكيو سبور لا تلتقط الان في دول المغرب العربي فهي تلتقط فقط في دول المشرق العربي مثل السعودية قطر والكويت وبعض الدول المشرق العربي منها مصر وشرق ليبيا فقط هذه من تلتقط عندهم قانوات باوتوكيو سبور فنحن هنا عندنا في المغرب العربي مثل المغرب تونس والجزائر ولا تلتقط عندنا القانوات ومثل ما نشاروا في بيان على صفحتهم نعلم كافة علمائنا الكرام ان ما حدث لقانوات في المدة الاخيرة هو بسبب تحديث القانوات وصيانتهم اولا ثانيا مشكلة تغيير تردد هو بسبب المشاكل في نطاق البث التي تعوض لها التردد القديم وهذا ما اجبرنا على تغيير القانوات الى هذا التردد قد غيروا ترددهم القديم الى هذا التردد الجديد الذي يلتقط في دول المشرق العربي فقط ولا يلتقط هنا عندنا في دول المغرب العربي ونوه ايضا ان التردد الجديد هو 11.270 افقي 27.500 يلتقط فقط في دول الشرق الاوسط ومصر وشرق ليبيا فقط لانه يبث في الحزمة الشرقية لقامر بدر 26 درجة شرق ولا يلتقط في دول المغرب العربي وهذا هو التردد الجديد يعمل الان على جميع الاجزاء ولكن كما قلنا لا يلتقط في دول المغرب العربي فقط هو على الحزمة الشرقية وهي القانوات مكسورة على الشرينغ وهي تشتغل على جميع اجهزة الشرينغ مثل ما تشاهدون في الصورة ولكن في الشرح نحن يهمنا هذا الامر مثل ما تشاهدون في الصورة بالنسبة لمتتبعين في شمال افريقيا نؤكد لكم ان قانوات باوتكيو سوف تعود يعني هم يؤكدون بان القانوات سوف تعود للعمل في المغرب والجزائر وتونس للبث في شمال افريقيا لكن يتطلب الامر قليل من الصبر يعني بعد من عدة ايام وسوف تعود القانوات فهناك امكانية لصيانة ترددات القادمة وحمايتها كي تعود للعمل او سيقع طرح ترددات جديدة لبث القانوات في كل الدول العربية وشكرا لتفاهمكم يعني هم الان في صيانة وسوف تعود مع الايام القادمة ربما غدا او اليوم او بعد غد المهم سوف تعود القانوات على المغرب لتشتغل وسوف يطرحون ترددات جديدة او سوف يعودون على الترددات القادمة هم في صيانة في حالة صيانة اذا وجدوا هناك اخطاء في الترددات القادمة فلن يعودوا عليها سوف يطرحون ترددات جديدة وسوف يعودون عليها كما قلنا سوف تعود باذن الله القانوات في دول المغرب العربي في الجزائر وتونس والمغرب وليبيا سوف تعود القانوات باذن الله قريبا كما قالوا يتطلب الامر القليل من الصبر يعني غدا او اليوم نحن لا نعلم لكن سوف تعود في هذه الايام فانتظروا القانوات سوف تعود لكن سوف تعود بتردد جديد ان شاء الله وسوف تعود على كل الاجهزة التي كانت تشتغل عليها وسوف تشتغل بدون انترنت فانتظروا القانوات باذن الله مع هذه الايام القادمة وفي الاخير متتبينا نتمنى اننا قد في هذا الموضوع فلا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد باذن الله ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو ومشاركتهما اصدقائكم لتعم الفائدة فهناك عديد من المفاجآت والشرحات قادمة في القناة فاشتركوا في القناة ليصلكم كل جديدين دمتم في رعاية الله وحظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة